مستمرين معكم مشاهدينا في هذه الحلقة الخاصة عن العلاقات الكويتية العمانية والتي شملت جميع المجالات ومنها الاقتصادية حيث تتميز مصفات الدقم بموقعها المهم داخل منطقة اقتصادية خاصة في سلطنة عمان بالفعل يانورا واستثمار كويتي عماني مشترك بقيمة بلغة حوالي 9 مليارات دولار امريكي فصل جديد من التعاون الاقليمي في قطاع الطاقة بين البلدين خلونا نشاهد مع بعض هذا التقرير تقع مصفات الدقم في محافظة الوسطى بسلطنة عمان وبالتحديد في المنطقة الاقتصادية الخاصة بولاية الدقم وهو مشروع مشترك بين شركة اوكيو العمانية وشركة البترول الكويتي بالنسبة لمصفات الدقم هي تكتسب اهمية كبيرة فيما يتعلق بالشراكة بين سلطنة عمان وبين دولة الكويتي الشقيقة فيما يتعلق بالقانب الاقتصادي ويمكن هذه سوف تكون من المصافي التي تعتبر اكبر مصفاء على مستوى شركة الاوسط بعد افتتاحها بحيث انها تنتج 230 الف برميل من البترول المصفات تتميز بموقعها الاستراتيجي المطل على خطوط النقل البحري الرئيسية في بحر العرب ما يشكل ميزة تنافسية كونها تقع على مسار خطوط الشحن البحري الدولية الأمر الذي سوف يسهل انشطة النقل البحرية من المنطقة وإليها هذا المشروع في حد ذاته قد يكون مشجع ومحفز للقطاع الخاص للتفكير في اقامة شراكات اقتصادية حقيقية بين الدولتين في مختلف القطاعات هناك قطاعات واعدة كبيرة ممكن ان تقام في الدقم والآن بدأت حركة ونشاط اقتصادي كبير في هذه المنطقة الواعدة بحكم وقعها الاستراتيجي حقيقة الذي يطل على الخليق العربي والذي بإمكانه ان يعمل نقلة كبيرة بين الدول فيما يتعلق بالاقتصاد المشترك والعلاقة الاقتصادية والشراكة الحقيقية بين الدولتين ويتكون المشروع من ثلاث حزم تتمثل الحزمة الاولى في وحدات المعالجة الرئيسية للمصفة وتتضمن الحزمة الثانية المرافق والخدمات الداعمة للعمليات التشغيلية للمصفة في حين تشمل الحزمة الثالثة منشآت تخزين وتصدير المواد البترولية السائلة والسائبة في ميناء الدقم ومنشآت تخزين النفط الخام الخاصة بالمصفة في رأس مركز وخط انبوب نقل النفط الخام من رأس مركز الى مصفات الدقم مشروع مصفات الدقم الذي تجاوزت تكلفته 8 مليارات دولار امريكي يعد واحدا من المشاريع الكبرى المنفذة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وهو من اكبر مشاريع الاستثمار في قطاع المصافي والبتروكيماويات بين دولتين خليجيتين بتلفزيون دولة الكويت إبراهيم بن ناصر رواحي سلطنة عمان